موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن أعلنت قوات سوريا ديمقراطية ثلثاء تحرير الرقة تماما من داعش بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان هذا ودارت اشتباكات محتدمة بين الطرفين منذ مساء الاثنين وسط مدينة الرقة ما تسبب بقتل 22 مقاتلا أجنبيا من التنظيم أفاد مراسل أخبار الآن في العراق وسام يوسف بأن قوات البشمرقة انسحبت من مدينة بعشيقة في سهل نينوى شمال الموصل وأضاف مراسلنا أن القوات المشتركة أمهلت قوات البشمرقة ساعة واحدة لتخلي مدن باطناية وتلسق في سهل نينوى من أجل السيطرة عليها دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كل أطراف الأزمة في محافظة كاركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الأكراد وبغداد إلى الحوار كما أعربت الوزيرة الأوروبية في بيانها عن قلقها إزاء العمليات العسكرية للقوات الفيدرالية والمواجهات التي أفيد عن وقوعها أمر قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية بوضع رئيسي المنظمتين الانفصاليتين الأساسيتين في كتالونيا المتهمين بالعصيان قيدة توقيف الاحتياطي بحسب ما أفادت مصادر قضائية هذا ويواجه المعتقلان تهمات بتحريد مئات المتظاهرين على إعاقة عمل الشرطة الوطنية قبل إجراء الاستفتاء المحظور في الأول من تشرين الأول أكتوبر الجاري قالت منظمة الصحة العالمية أن حالة إصابة بالطاعون في سيشل جاءت إليها من مدقاشكر يعتقد أنها تسببت في أول تفشي للمرض بالبلاد وقالت المنظمة أن السلطات الصحية في سيشل رصدت حالة إصابة محتملة بالطاعون رئوي في العاشر من أكتوبر تشرين الأول لرجل كان عائدا من زيارة إلى مدقاشكر تدرس هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجموعة من الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في إضاءة إشارات المرور من بين هذه الأنظمة جدار ضوئي افتراضي باللون الأحمر أو الأخضر يسدل أمام مسارب التقاطعات المخدومة بإشارات ضوئية بهدف تنبيه السائقين إلى حالة المرور بأكثر الطرق وضوحا أفاد بحث جديد بأن علماء في الولايات المتحدة وأوروبا رصدوا للمرة الأولى موجات جاذبية وهي تموجات في المكان والزمان تنبأ بها ألبرت أينشتاين بالتزامن مع رصد ضوء ناجم عن نفس الحدث الكوني وكان أول رصد للموجات التي تولدت عن استضام نجمين قبل حوال 130 مليون عام في أغسطس أب بجهازي ليزر يعرفان باسم مرصد ليزر موجات الجاذبية التدخلي شكرا نشكركم على متابعة قناة التلفزيون الآن على يوتيوب وليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرا وإن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تتردد أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك